اشتركوا في القناة ومراحل الحاسمة والاهل مازال ينافس حتى الرمق الأخير من عمر مسابقة الدوري العام زي ما قلت لحضراتكم بالتأكيد الحالة هيكون فيها تفاصيل مهمة جدا وكمان هنلقي الدوق على الأحداث الإفريقية خاصة اليوم الاتحاد الإفريقي لقرة القدم أعلن انطلاق دوري السوبر بدءا من أغسطس 2023 خلال الفترة اللي جاء وبالتالي فيه تفاصيل كتير إن كان النهاردة المؤتمر الصحفي ما شرحش كل التفاصيل لكن من خلال برنامج التريند هننفرد بكل التفاصيل والمعلومات الخاصة بدور السوبر كأس أبطال إفريقيا وكأس الكون فيدرالية لكن بسرعة نروح لسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة اليوم عايز أعرف من وجهة نظركم إيه هو التشكيل المتوقع اللي ممكن يبدأ به الأهل النهاردة مباراة المصري في الدور العام وكمان عايز أعرف توقعاتكم لنتيجة اللقاء شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء حضرتكم لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في تريند الأهلي الليلة الفريق يواجه المصري بالدوري وكمان رسميا كاف يعلن إطلاق بطول الدور السوبر الإفريقي وأخيرا صدام بيناريا المدريد وانتراخت فرانكفورت على كأس السوبر الأوروبي استعرض مباراة اليوم النهاردة فيه مباراة محلية وبالتأكيد مباراة الأهم أو مباراة الأهلي بطلق اهتمام الجميع وكمان النهاردة فيه مباراة مهمة جدا في كأس السوبر الأوروبي الدور المصري الساعة ستة ونص فيه مباراتين في توقيت واحد المولين العرب يا صديف الجون على ملعب الجبل الأخضر في ملعب المولين والساعة ستة ونص أيضا في نفس التوقيت سموحة يا صديف فيتشار ولكن على ملعب سموحة أو ملعب استاد الأسكندرية الساعة التاسعة من مساء اليوم الأهلي يا واجه المصري أو يا صديف المصري إن شاء الله على ملعب برج العرب هي مباراة الأهلي لكننا عارفين طبعا أن مباراة المصري مع الأهلي سواء الدور الأول أو الدور الثاني بتتلعب في استاد برج العرب فبالتالي النهاردة المباراة على أستاذ برج العرب الساعة التاسعة من مساء اليوم كاس السوبر الأوروبي وبداية البطولات الأوروبية وانطلاقة المسلم الأوروبي في الفترة اللي جاي الساعة التاسعة أيضا في نفس توقيت مباراة الأهل والمصري ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا عيواجه انتراخت فرانكفورت الفريل الألماني وهو بطل اليوروباليج الساعة التاسعة النهاردة والمباراة بالتأكيد بتتلاعب في فنلندا وكل التوفيق يا رب بإذن الله لهواة متابعي الكرة العالمية والأوروبية مشاهدة مباريات تجيدة ما بين بطل أسبانيا وبطل ألمانيا على كاس السوبر الأوروبي لكن بالطبع مباراة الأهل والمصري بطلقى اهتمام الجميع خاصة أنها مباراة مهمة جدا في مشوار الدوري العام أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع وفقرة تريند تريند واللي فيها أبرز الأخبار والكواليس الموجودة على الساحة الرياضية أهلا بحضراتكم من جديد طيب النهاردة كان فيه أحداث مهمة جدا وكل الأحداث متعلقة بالكرة الإفريقية إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية الحمد لله يمكن برنامج التريند وقناة الأهل تحديدا دايما عندها كل الأخبار وكل المعلومات والجديد في الساحة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة وإحنا دايما معاودين جمهورنا ما بيدورش على أي معلومة في أي مكان تاني دايما هنا الخدمة خمس نجوم كل المعلومات بتبقى عبر شاشة قناة الأهل الكل النهاردة صاحي بدري ومستني يسمع في المؤتمر الصحفي إيه الأخبار الخاصة بدور السوبر والمستجدات اللي هتحصل الفترة اللي جاية ولكن مش فاهمين أو مش عارفين إيه اللي حصل يمكن ما تمش إعلان أي تفاصيل خاصة بالبطولة كل الكلام اللي تقال من باترس موتسيب رئيس الكاف أو جياني إنفانتينو رئيس الفيفا الأمور بس متعلقة بالنواحي المالية ودراسة المشروع وأن المشروع دا هيكون مفيد ليه الكرة الإفريقية في الفترة اللي جاية ويكون فيه تنمية لعدد من المشروعات أو عدد من الأمور الخاصة بالكرة النسائية في الفترة اللي جاية ولكن عشان نعايش الناس في الحدث هنعرض على الشاشة الأوراق والملف المتعلق بدور السوبر يمكن الإسبوع اللي فات كنت اتكلمت في تفاصيل منه ومعاربتش كل الأوراق الأوراق دي الحمد لله معنا من فترة واستعرضناها في حلقات كتيرة في الفترة السابقة يمكن على مدار ستة شهور كل فترة كده كنا بنقول معلومة للسادة المشاهدين إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية قضامكم على شاشة دا جزء كده النهاردة من وقاء المؤتمر الصحفي اللي كان بيرحب فيها باتس متسبي بجياني انفنتينو اللي هو المفروض يعني حسب ما متبع يعني صاحب الفكرة واللي عايز ينفذها في القرى الإفريقية بعد ما كان فيه صعوبات لتنفيذ هذه الفكرة في القرى الأوروبية في الفترة السابقة عموما هيبقى فيه يعني إشراف كبير من رجال الفيفا على السوبر ليك في الفترة اللي جاية قضامنا كمان باربرا جونزاليس الرئيس التنفيذي لشركة تاسيمبا لكرة القدم وبالتأكيد من إحدى برضو الشخصيات اللي هتكون عندها شغف واهتمام جدا بالمشاركة مشاركة نادي سيمبا في هذه البطولة بس سيمبا بقى مش هيكون مع الأهلي أو الفرق العربية في البطولة إنه خلاص هيكون التوزيع الجغرافي زي ما شرحنا قبل كده وسيمبا بالتأكيد تنزانيا هيكون بنسبة كبيرة جدا في المجموعة المتعلقة بوسط وشارق إفريقيا في الفترة اللي جاية لنا هيبقى فيه توزيع جغرافي للزون والمناطق الجغرافية في الفترة اللي جاية طيب نبدأ مع بعض ونستعرض المعلومات للناس اللي هاردة كلها كات مستنية تسمحها في المؤتمر الصحفي ومحدش قدر يوصل لكل التفاصيل المتعلقة بهذا المؤتمر أول حاجة هستعرضها معاكم وهو القرار المتعلق بإطلاق دور السوبر الإفريقي قدامكم على الشاشة ده هنا تفاصيل متعلقة إن المكتب التنفيذ للاتحاد الإفريقي في 3 يوليو 20-22 اتخذ قرار باعتماد مقترح دور السوبر وعرضه على الجماعية العمومية في أغسطس 20-22 اللي هو كان النهاردة طيب انطلاق دور السوبر يوم أو في شهر أغسطس 20-23 بمجموع جوائز 100 مليون دولار والفائز يحصل على 11 مليون و600 ألف دولار طيب كل اتحاد في القرى الإفريقية وعددهم 54 اتحاد كل اتحاد هياخد مليون دولار كدعم وإعانة مادية بسبب هذه البطولة طيب فيه كمان 50 مليون دولار هيتم تخصصهم لتنمية القرى الإفريقية والصرف على مسابقات القرى النسائية سواء مسابقات الأندية أو حتى مسابقات المنتخبات في الفترة اللي جاية إذن ده هنا بداية تمهيدية البطولة هتبدأ إمتى تم اعتماد القرار بتاع البطولة إمتى مجموع الجوائز كام البطل هياخد كام وده رقم رسمي قدامكم على الشاشة 11 مليون و600 ألف دولار طيب دي أول نقطة أو أول ورقة نروح لي الجزء التاني أو الورقة التانية من الملف بنتكلم على الشكل التنظيمي أو الهيكل لدول السوبر الإفريقي هيتلعب إزاي عدد الأندية الفورمات الخاصة بالبلطولة ديت 24 نادي الحد الأقصى لمشاركة كل نادي من دولة واحدة لا يزيد عن 3 أندية عدد الأندية اللي هتكون موجودة في كل مجموعة لا تزيد عن 8 أندية عدد الدول أو عدد احنا قلنا عدد الأندية اللي هتشارك من كل دولة لا يزيد عن 3 أندية ولكن عدد الدول اللي هتشارك في البطولة أو في المجموعة لا تقل في كل مجموعة عن 4 دول يعني الحد الأدنى لتواجد الدول في كل مجموعة أقل حاجة 4 دول ممكن بقى يبقوا 4، 5، 6 ما عندناش مشاكل لكن ما يقولوش عن 4 دول وفي نفس الوقت أي دولة هتشارك أنديتها في المجموعة ما تزيدش عدد الأندية عن تلاتة يعني مثال المغرب حالياً في التصنيف في الرجاء والوداد ونهضة بركان هم الأعلى فبالتالي ما فيش نادي رابع مغربي يخش في نفس المجموعة أقصى حاجة تلاتة طيب البطولة تتلاب على مدار عشر شهور من شهر تمانية لشهر خمسة بإجمالي 197 مباراة ماكسيمم أقصى عدد مباريات للفريق اللي هيوصل مباراة نهائية 21 مباراة وده معناه أن نهائي دور السوبر هتكون مباراة واحدة مش لقاء زهاب وعودة هتبقى مباراة واحدة ودي الأزمة اللي احنا عشناها في دور أبطال إفريقيا في السنوات الأخيرة لكن الكاف عدل وخلى دور الأبطال النسخة اللي جاي الأخيرة زهاب وعودة لكن هيرجع بعد كده لدور السوبر هيبقى النهائي مباراة واحدة عدد الدول اللي هتشارك فيه التلات مجموعات لا يزيد بحد أقصى عن 16 دولة بمعنى صح عندنا التلات مجموعات لو كل مجموعة هيشارك فيها من 5 لأربع دول فاحنا بنتكلم كده مثلا في حوالي 16 دولة أو 14 دولة لكن الحد الأدنى في المجموعات التلاتة من 12 والحد الأقصى 16 دولة العدد المتابعين أو المهتمين بدور السوبر ققيمة تقديرية لن يقل عن 250 مليون متابع أو 250 مليون مشاهد في الفترة اللي جاي طيب نروح بقى للفورمات المتعلق بدور السوبر الإفريقي إيه اللي هيحصله؟ ضمكم على الشاشة دلوقتي هيتعرض فورمات دوري السوبر الإفريقي 24 نادي هيتقسمه على 3 مجموعات مجموعة شمال إفريقيا 8 أندية وشمال إفريقيا هنا أنا بتكلم على مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب خمس دول بس في شمال إفريقيا السودان هتبقى شرق إفريقيا موريتانيا غرب إفريقيا فبالتالي شمال إفريقيا خمس دول المجموعة الأولى دي مجموعة شمال إفريقيا المجموعة الثانية اللي جنبها دي مجموعة وسط وجنوب إفريقيا المجموعة الثالثة هتبقى شرق وغرب إفريقيا هيتم توزيع النطاق الجورافي على حسب الكاف ما يوزعه ازاي بس هيبقى بنفس الشكل ده في الثلاث مجموعات قلتلكوا أربع دول كحد أدنى وتلاث أندية من كل دولة كحد أقصى طيب نظام التأهل إزاي خمس أندية من كل مجموعة هيبقوا خمستاشر نادي أفضل سادس هيكمل عدد الفرق يبقى ستاشر نادي ويبدأ دور الستاشر طب دور المجموعات احنا بنتكلم كل مجموعة فيها ثمان أندية هيلعبوا مع بعض بنظام الزهاب والقياب يعني كل فريق هيلعب أربعتاشر مباراة سبع على أرضه وسبع خارج أرضه نفترض شمال إفريقيا فيها مثلا الرجاء الوداد نهضة بركان والأهل والزمالك والترجي هيبقى فيه فريق جزائري والكاف للحق أنه يختار فريق تامن في كل مجموعة عنده كارت زهبي يختار الفريق التامن فبالتالي شمال إفريقيا قلنا تلات أندام المغرب اتنين من مصر وكمان بنتكلم على فريق جزائري والترجي التونسي أعلى خمسة في النقاط هيتأهل دور الستاشر وأفضل سادس في المجموعات التلاتة هيتأهل لدور الستاشر ويبقى دور الستاشر دور الستاشر بنظام النقاط خروج المجلوب بس هيتلاعب زهاب وإياب حتى مباراة نصف النهائي والنهائي مباراة واحدة طيب فيه مفاجأة هعلنها لكل السادة المشاهدين بخصوص دور السوبر الناس فاكرة بعد ما تخلص دور المجموعات هتبقى قرعة مفتوحة والشمال ممكن يواجه الجنوب والغرب مع الوسط وتبقى القرعة مفتوحة لا بالعكس انت بعد ما تخلص مجموعة شمال إفريقيا وصعد منها مثلا نفترض ستة أندية الستة أندية فيه منهم أربعة هيواجهوا بعض في دور الستاشر تاني هيواجهوا بعض تاني في دور الستاشر يعني مش هروح ألعبها مع الغرب والجنوب لا قدامك على الورقة هو زي ما انت شايف ألوانات المجموعة A مع الB مع الس كل مجموعة اللون مختلف لما تنزل تحت الستيج A أو الستيج 2 اللي هو الجولة التانية دور الستاشر هتلاقي أن أول مباراة في دور الستاشر فيه أربع فرق من كل مجموعة بيلعب مع بعض من تاني فبالتالي هيبقى فيه مواجهات متكررة في دور الستاشر الدور ده فيه نظام الصعود والهبوط آخر فريق في كل مجموعة اللي بيحتل المركز التامن هينزل يلعب في كأس الكونفيدرالية لكن السابع والسادس بيستمر ليه السنة اللي جاية طب مين هيصعد مكانهم؟ هيصعد مكانهم اللي هيشاركوا في كأس الكونفيدرالية بس لسه أشرحها في الورق اللي جاي طب نروح بقى للبطولة التانية دوري أبطال إفريقيا اللي هيتغير اسمها ويبقى اسمها كأس أبطال إفريقيا قدامكم على الشاشة دي كأس أبطال إفريقيا اللي 24 نادي اللي هيشاركوا في دور السوبر مش هيلعبوا في كأس أبطال إفريقيا لا التالي في الترتيب في الدور المحلي هو اللي هيلعب في كأس أبطال إفريقيا أي أن كان بقى ساعتها هيبقى تالت رابع خامس حسب ما هيخضوا من كل دولة كام نادي إلا هيبقى بعد يوم على طول هو اللي هيلعب في كأس أبطال إفريقيا وهتتلغي دور المجموعات ويبقى البطولة من دور الـ 64 للمباراة النهائية بنظام النقاوت خروج المغلوب مباشرة نروح بقى للمسابقة اللي هتبقى مفاجأة للجميع كأس الكونفيدرالية اللي هتبقى رقم 2 في البطولات بعد دور السوبر الإفريقي لأن كأس الكونفيدرالية هو اللي هيبقى مؤهل لدور السوبر الإفريقي نفس النظام 24 نادي 3 يعني مناطق جغرافية ولكن كل منطقة جغرافية هتتقسم لمجموعتين يعني في دور السوبر فيه 3 مجموعات ولكن في كأس الكونفيدرالية فيه 6 مجموعات مجموعتين شمال إفريقيا مجموعتين وسط وغرب إفريقيا مجموعتين لشرق وجنوب إفريقيا وبنفس نظام التأهل بعد ما يخلصوا مطشطهم يصعد الدور الستاشر والتمانية وقبل النهائي ثم المباراة النهائية طيب الأجندة الخاصة بمسابقات الأنديال الإفريقية عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين قدامكم هتبع على الشاشة شكل الأجندة وعدد المباريات لكل مسابقة الفترة اللي جاي ده المنحنى المتعلق بالأجندة الخاصة بالبطولات الإفريقية احنا كل اللي يهمنا لما نيجي عند الأفريكا فوتبول ليج دور السوبر الإفريقي واحد وعشرين مباراة الكاف شامبونيز ليج دوري أبطال إفريقيا هيبقى ست مباريات هتلعبهم من أول الاربعة وستين لغاية يعني المباراة النهائية وهتطلق معادة الرحات والمباراة الدولية الخاصة كمان بالمنتخبات في الفترة اللي جاي طب نروح بقى كمان للجواز المالية الجواز المالية الناس كلها بتتكلم على الجواز المالية ومدى القيمة المالية هيتم يعني المرحلة البيانة هيتصعد ازاي في السنوات اللي جاية احنا بنتكلم مثلا في 52 ناديا هيستفيد من هذا النظام في السنوات اللي جاية بإجمال 197 ماتش هيبقى في راوند للماتشات 233 مجموعة الجواز 100 مليون دولار الحد الأدنى من الجواز للاتحادات بنتكلم من 13.5 لـ 54 مليون لأن المليون دولار مش هيتوزع بالتساوي لكل الاتحادات وفي 50 مليون دولار رايحة للتطوير وتنمية القرى النسائية في الفترة اللي جاية وبيديك هنا منحنة البطولة لما تبدأ في 2023 وتوصل لـ 2024 قيمة الجواز وعدد المباراة ممكن يبقى قيمته كان في الفترة اللي جاية طيب نروح كمان بقى للمقارنة ما بين مسابقات إفريقيا مع مسابقات الأمريكا الجنوبية والويفا الاتحاد الأوروبي وايضا كمان الاتحاد الأسياء وخدوا بالكوا هنا وبيقولوا إيه؟ بالنسبة لدور أبطال إفريقيا البطل بياخد 2.5 مليون دولار تمام؟ مجموع الجواز احنا بنتكلم في 12.5 مليون دولار لما تلعب دور السوبر البطل هياخد 11.6 مليون شوفوا الفرق الدقيب نتكلم في حوالي 9 مليون زيادة ومجموع الجواز 100 مليون بس قارنه ده بالجواز البطولات التانية يعني في أمريكا الجنوبية الفايز بالبطولة بياخد 15 مليون تخيلوا لما الأهل يبالعب كاس عالم أندية بيبقى فايز بالبطولة واخد 2.5 ولما بيواجه بطل أمريكا الجنوبية البطل ده واخد 11 أو 15 مليون دولار شوفتوا الفرق؟ أفريقيا هتبقى 11.600 البطل دوري أبطال أوروبا بياخد 19 مليون و600 دوري الأوروبي اللي هو اليوروباليج والدوري أبطال أوروبا البطل بياخد 68 مليون دولار لكن دوري الأبطال أو كاس دوري السوبر هيبقى 11 مليون و600 فبيحاول قدر إمكاني يقرب بس من جوائز البطولات الدولية الخاصة بالقرات الأخرى ده كان مثال حي لملف دوري السوبر الأنداء اللي هتشارك الحد الأدنى أي حد هيشارك هياخد 2.5 مليون دولار البطل 11.600 فيه 3.5 مليون دولار هيتصرفه على 24 نادي عشان الانتقالات الداخلية أو السفر خلال الفترة اللي جاية في البطولات القرية وبالتالي ما فيش نادي هيخسر جنيه من مشاركته في هذه البطولة ولكن الأزمة هتكون في المشاكل الفنية بسبب ضغط المطشاط 34 مباراة محلية في مصر 21 مباراة دوري السوبر تم نتكلم في 55 مباراة ده لسه ما فيش كاس مصر ولا سوبر محلي ولا سوبر إفريقي ولا كأس الربطة ما يقرب من 60-70 مطش بالنسبة لي أندية شمال إفريقيا ده أمر يخص برنامج التريند الأمور دي ما تعرضتش قبل كده في أي مكان ودي خدمة خمس نجون لكل جماهير النادي الأهلي في كل مجان والأهلي بالتأكيد مشارك في دور السوبر لأنه رقم واحد ويالي بالتأكيد بقى بقى الفرق العربية خلال الفترة اللي جاي أخروا إلى فصل وبعد الفصل نرجع ونبدأ بقى نشوف استعدادات الأهل للمباراة المصري خاصة أن الفريق هيعمل محاضرة خلاص بعد قليل والتحرك لستاد برج العرب أهلا بحضركم من جديد طيب الأهل بالتأكيد عنده مباراة مهمة جدا النهاردة مع فريق المصري على استاد برج العرب ويمكن الفريق مرجعش القاهرة منذ مباراة الاتحاد السكندري اللي يدري حقق فيها نتيجة كبيرة وأداء مميز بالفوز على الاتحاد بسلسة أهداف مقابل لشيء لكن المباراة المصري بالتأكيد محتاجة دوافع جديدة واستعداد مختلف خاصة أن الفترة اللي جاي كل 72 ساعة مباراة حتى نهاية الموسم يوم 38 من الشهر الجاري في تفاصيل أكتر متعلقة في فريق الأهلي والنهاردة بالتأكيد المباراة هتكون الساعة تسعة فبالطبع فيه تحرك وفيه محاضرة وفيه كاوليس كتير من استاد برج العرب أو من مقر إقامة الفريق في برج العرب لذلك أذهب مباشرة إلى الزميل العزيز فاروق صلاح مفضى قناة الأهلي اللي عنده كل الجديد والأخبار والكواليس من معسكر فريق النادي الأهلي مساء الخير يا فاروق كل التحية ليك يا محمد وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من الأسكندرية وبالتحديد مقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات الفريق النادي الأهلي لمواجهة فريق المصري في المباراة الجولة الثلاثين للدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة على استاد الجيش ببرج العرب طبعا يا محمد أنت عارف المعسكر كان ممتد من يوم أو من قبل مباراة الاتحاب 24 ساعة مستمرين إن شاء الله عقب إن شاء الله الفوز على فريق المصري والانتهاء المباراة والعودة إلى القاهرة بإذن الله صوتك مجهد يا فاروق إذا هم مطشين وراء بعض أنت بتلعبش من أول الموسيب مثلا ضغط المطشور محمد الموضوع يعني بينعكس علينا طبعا محمد تعرف ضغط المباراة وضغط العصبي والزيني طبعا بيبقى ليه تأثير فأوقع كثير جدا محمد وانت واحد من زمائلنا اللي يعني رفقت الفريق في الكثير من الجولات الإجهاد الزيني بينعكس علينا الأفراد المنظومة كلها تعرف مدى تأثير الإجهاد الزيني طبعا على اللعبين ولذلك المستر ريكاردو سواريش لجأ ليه قطاع الناشئين طبعا في الفترة الأخيرة قدوا بصورة كويسة في مباراة الاتحاد نتنان يا رب استكمال الأداء والصورة والنتيجة ان شاء الله أمام المصر اليوم طيب طب مني بقى على الفريق نفس القايمة اللي كانت في مطش الاتحاد هتكون النهاردة في مطش المصري فيه استدعاء لأحد موجود في القاهرة وحالة الفريق واللي تم في المعسكر خلال يمبارح والنهاردة قبل مباراة المصر بإذن الله الساعة 9 يعني محمد أعتقد كانت فترة مناسبة جدا لمستر ريكاردو سواريش ليه بعض اللعبين الوقوف على الكثير من الأمور أعتقد هو كان طالب بدأ من فترة طويلة يكون فيه معسكر يعني ريكاردو سواريش مع توليل المسئولية جيت فاجئ بضغط مباراة كل 3 وكل 72 ساعة ضغط مباراة كل يومين كل 3 أيام مباراة ده أمر ما كانش فيه وقت كافي أيضا المعسكر برضو خلال 72 ساعة بتلعب مباراة أمام الاتحاد ثم مباراة لمصري فكلها أمور بيحاول يعالج مستر ريكاردو سواريش فيه الفترة للفريق قضاء هنا في الأسكندرية أطمنك أن القيمة نفس القيمة اللي دخل بها لنادي الأهلي مباراة الاتحاد السكندرية نفس القيمة دون استدعاء أو استبعاد أو إغصاء أي أحد من اللعبين نادي الأهلي ما استدعاش أي أحد من اللعبين عكس من الممكن أن نشوف وجوه ما بدأتش تشكيل مباراة الاتحاد تكون في التشكيل من البداية أكيد في استقرار على بعض العناصر المهمة اللي شفناها الفترة الأخيرة زي ما بتتكلم على قلبي الدفاع سواء رم ربيعة ومحمد عبد المنعي ومحمود متولي أيضا محمد أشرف واحد من اللعيبة اللي بنشوفها وبيظهر بشكل أكثر من رعا في مركز الزهير الأيسر للنادي الأهلي وإن شاء الله يكون إضافة قوى جدا محمد أشرف وأحد اللعبين نتاج قطاع النشئين طبعا الفرصة متاحة أمام كل اللعبين في خط الوسط محمد محمود وإليو ديانج أيضا اللعب محمد فخري بكلم على برستاو مكسوني زياد طارق محمد فخري حسام حسن أحمد سيد غريب صلاح محسن مش عايز أنس أحد اللعبين يا محمد ولكن الجميع النهاردة بيستعد مستر ريكاردو سوريش في حيرة من اختيار الحداشر لعب اللي يخب بهم تشكيل هذه المباراة حالة الزهور اللي ظهر عليه اللعبين الشباب في المباراة الأخيرة رفع من الدوافع أيضا بالنسبة لهم كلعبين عايزين يثبتوا حقيقتهم واثبتوا أنهم أدى الفرصة أيضا بعض اللعبين اللي راجعين من الإصابة طبعا كان أبرز الأمور كان كريم فؤادة محمد اللي كان كادم مع محمد عبد المنصف لكن اطمننا عليه وإن شاء الله أدى المران بالأمس وكان ظهر بشكل أكثر من رائع في المران في المران فنتمنى التوفيق إن شاء الله النهار ده محمد بإذن الله طيب فيه لقطة الناس كلها شافتها في مطش للتحدي السكندري لقطة بيرسي تاو وتفاعله مع هدف زيادة طارئ الناس مش عارفة بقى إيه اللي بيحصل في الكوليس وإنت أكتر واحد ممكن تقول لنا إيه اللي بيحصل في الكوليس بيرسي تاو ولسه جاي الأهلي من شروق قليلة وبيتعامل مع لعبة ما لعبتش فريق أول إلا فترة قليلة ومع ذلك شايفين الراجل فرحان جدا اللي هدف زياد بيتفاعل مع الهدف وفيه كميا وتعامل جيد ما بينه وبين اللاعبين الناشئين إيه اللي بيحصل في المعسكر والتجانس ده ما بين بيرسي تاو كمحترف مع اللعبة الصعيدة للفريق الأول بصي محمد يعني أنت أثرت نقطة مهمة جدا بس خليني أخذ المشهد من البداية عشان تبقى الصورة مكتملة خليني أرجع بيك لمباراة الأهلي وفاركه وأكيد الجميع فاكر هدف بيرسي تاو اللي تم إلغاؤه بشكل أو بصورة غير طبيعية لكن خلينا نتكلم في الهدف من ناحية بيرسي تاو كلنا شفنا فرحة بيرسي تاو وتوجه الجمهور للنادي الأهلي ودي أول مرة بيرسي تاو يعملها ويروح يتوجه للجمهور طبعا الهدف اللي تم إلغاؤه لكن اللي تابع أو شاف المشهد حاسس أن بيرسي تاو حاسس بالضغوط على الفريق من ورايح للجمهور حاسس باللعب اللعبة حاسس أنه كلعيب أيضا تحمل الكثير من النقد ضغط كبير جدا على اللعبين تخيل أن بيرسي تاو بقيمته بمكانته بمهاراته الفنية حاسس بهذه الأمور وبالتالي هو حب يخفف الضغوط عن اللعبين للنشئين لو تشوف بيرسي تاو مع اللعبين في المعسكرة محمد سلوكه ومنطبعاته وكلامه مع اللعبين سواء زياد طارق يتكلم مع مصطفى شبير يتكلم مع محمد فخري محمد شرط القيادة في النادي الأهلي بتبقى لها أمور كتير جدا تلعبها في النادي الأهلي يعني أنت عارف المساحة الموجودة في قط اللبس بيرسي تاو بيتكلم كواحد من الكبات أو واحد من اللعبين الكبار في النادي الأهلي بيتكلم مع اللعبين بيوجه الروح اللي بنشوفه بينه وبين زياد طارق زياد طارق كان سعيد جدا طبعا بالهدف اللي أحرازه وسعيد بفرحة بيرسي تاو بالمناسبة يعني خلينا أقولك بقى يعني الأمر ده وأنت أثرته بيرسي تاو قبل المباراة وقال لزياد طارق أنت هتجيب هدف للنهارده تالي زياد راح يحتفل مع بيرسي تاو وده طبعا السر اللي احنا ما قلناهوش أو يعني عرفناه من زياد طارق أن بيرسي تاو اللي قاله هتجيب هدف للنهارده وطبعا لزياد طارق وهناه طبعا بالهدف اللي أحرازه زياد نتمنى زياد النهارده يستمر معدل التهديف ونشوف هدف النهارده في مرمى المصر بإذن الله فاروق صلاح موفد داقنات الأهلي أنا بشكرك شكرا جزينا على كل هذه المعلومات وبجده أخبار مهمة جدا وكواليس الناس بتحب تسمحها من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج التريند موسيقى 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 شرف ليلة نكون موجود بين حضراتكم موسيقى عاوز أشكر الجميع وأشكر نائب رئيس الاتحاد الكورة كل الأعضاء مجلسة موسيقى كل الأعضاء موسيقى كل الحضور موسيقى حضراتكم كثيره موسيقى 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 وهذا ما supporting anda в дом وهو افضل ya وهو sins yحسرا الموسيقى موسيقى كورة قدم حقيقة بشغف و بقوة أريد أن أشعر أن أشعر بشغف و بقوة أشعر بسعادة كبيرة جدا و شرف كبير جدا لأنني أكون أحد المشتركين في هذا المشروع وأنا والأعضاء الجهاز الفني سنقوم بعمل كل مجهود ونبذل كل اللي في وسعنا لأننا نفعل فيه ونحققنا في برزيل لأننا نفعل في برزيل الأول مرة من فترة طويلة جدا نحقق هنا بإذن الله نحاولنا أن نحقق هذا المشروع في مصر ونحقق هذا المشروع للمصر في المستقبل لأننا لا أدواء ذلك لن أتوقف لم يكن في أي شكل مهمة و أنا وطولت لأني أي وانا أقبال التحدي هذا لنعمت مجددا مع الملعبين مع المعبين مع المبورد مع الممورد مع المعلام كلنا مع بعض الوحيدة ممتعاً جداً مهمة جداً نكون أقويا كيداً ونعم بشكل جدي أعطي المحل مهمة جداً ليسوا بالتركيز لأننا نقدر نعمل ونحقق شيء كبير و أنا عندساق كبيراً نحن نقدر ونستطيع نحقق هذا بالنسبة للإختيار واللاعبين اللوما في المحالة السنية اللوما نتكلم عنها حضرتك النشقين نوز ممتع من الناسات ونجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات والتفاصيل عن اللعيبة ونشوف أكبر عدد ممكن من المباريات ونمتع طبعا الكاس أفريكيا رأينا لعبة بشكل جيد وكذلك هناك فرق بين امرأة الى عمراء 19-23 هناك فرق بين اثنين يجب أن نعرف الأحيان بين هذه الفرقات الاسنية وأن نعرف أن نختاره بشكل جيد ولكن المترجم للقناة من المترجم للحديث المترجم للحديث فرد فرد لما الجهاز الفني بيتابع وبهذا الشكل الجهاز الفني سوف يسرع وبسرعة جدا في تتابع المباريات واللعبين ودي أفضل طريقة الاختيار اللعبين بشكل جاد للمتخب الأولمبيا طبعا زي ما شفت حضراتكم ده جانب من المؤتمر الصحف لتقديم المدير الفني البرازيلي رجاريو ميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الجاية كل التوفية رب للجهاز الفني يقدر يحقق طموحات الشعب المصري يتأهل إلى أولمبيات باريس في 2024 وخلاص احنا بنتكلم في شهور قليلة وتبدأ التصفيات الإفريقية في أجندة في شهر عشرة بعد جده في مارس 2023 والتصفيات النهائية في المغرب في نوفمبر 2023 وتأهل بإذن الله إلى أولمبيات باريس أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج التريند أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي نشوف السوشيال ميديا كتبت إيه عن الأهلي في الساعات الأخيرة والنهاردة كل الحسابات من تويتر يالا كورا بيكلموا على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري زياد طاري وأحمد سيد غريب يا قدان الهجوم تشكيل المتوقع وليس الرسمي علي لطف في حراسة المرمى رم ربيع محمد عبد المنعين محمود متولي محمد أشرف ومحمد هاني أو كريم فؤاد آليو ديانج محمد محمود بير سيتاو زياد طاري أحمد سيد غريب ساعة سبعة ونص ثمانية بالكتير هيكون التشكيل الرسم تم إعلانه من النادي الأهلي حساب الأهرام على تويتر أيضا تحزيرات سوارش للعب الأهلي قبل مواجهة المصري اليوم في الدوري الكلام في إطار القتال على الكورة السيطرة على المباراة عدم السمح للمنافس بالتحكم في مجريات الأمور كلها تعلمات بتبقى يعني مهمة قبل المباراة وبالتأكيد بتتقالف المحاضرة الأخيرة قبل التحرك لملعب المباراة حساب اليوم السابق أيضا على تويتر ماذا قدم الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري قبل صدام الليلة الأهلي في المركز التالت المصري في المركز الاثناشر الأهلي تسعة وخمسين نقطة المصري تلاتة وتلاتين نقطة الأهلي لعب سبعة وعشرين مباراة المصري تسعة وعشرين الأهلي فاس سبعة تشر المصري فاس سبعة التعادل تمانية للأهلي اتناشر للمصري هزيمة الأهلي خسر تلات مطشاط المصري خسر عشرة الأهل سجل 54 هدف المصري سجل 33 الأهل استقبل 20 هدف والمصري استقبل 34 واضح جدا أنه فيه فرق كبير جدا فيه النقاط والترتيب والأهداف عشان كده الأهل حتى فيه المقدمة والمصري نقدر نقول فيه وسط جدول الدوري لكن خسرته النهاردة عند دخله فيه ضوامة الهبوط لذلك هنسمع النهاردة عن مكافآت خيالية وسبح الله ما بسمعش المكافآت الخيالية دي لأي فريق عمتا يعني إلا لما بيكون بيلعب مع النادي الأهلي طيب نروح كمان لحساب كورا بلاس مصدر بوادي ديجلة يكشف لكورا بلاس حقيقة تفاوض الأهلي مع مهاجمه الكلام هنا على يوسف حسن مصدر في ديجلة قال له كورا بلاس أن النادي الأهلي أبدى اهتمام باللعب في الانتقالات الصيفية اللي جاية ويوسف حسن لا يمانع اللعب للأهلي باعتباره طبعا نادي كبير وشرف لأي لعب لكن لسه موقف وادي ديجلة مش مؤكد حتى هذه اللحظة عموما كلام ده على وحدة مصدر لكورا بلاس لكن الأهلي لم يعلن أي شيء رسمي بخصوص انتقالات الصيف المغبل الوطن سبورتي بيكلمه عن أن الأهلي يناقش سيراميكا كليوباترا في طلباته لبيع شادي حسين كلام كتير على شادي حسين لكن بعد نهاية الدورة يوم 38 هنعرف كل الجديد الخاص بالصفقات قبل منتقل إلى المشاركات الأهلي أي صفقة يتعاقد معها بعد 38 بإذن الله هيدر يعيدها في أفريقيا قبل 15-9 ويستفيد بيها في دور الـ 32 في دور أبطال إفريقيا ودي شيء مهم أو ده شيء مهم للأهلي في الفترة اللي جاية تعليقات الجمهور والمشاركين معنا في السؤال اللي طرحناه أستاذ سيد بيقول التشكيل المتوقع علي لطفي أشرف ربيعة متولي كريم فؤاد ديانج محمد محمود محمد فخري زياد طارق أحمد غريب وبرسي تاو ما قلتش يا أستاذ سيد النتيجة طيب أستاذ حسني بيقول إن شاء الله فوس كبير للأهلي نفس تشكيل مباراة الاتحاد الأخيرة يعني ممكن هيحصل تعديل على 3-4 مراكز في التشكيل أستاذ يوسف بيقول علي لطفي أشرف متولي ربيعة كريم ديانج محمد محمود أحمد سيد غريب زياد طارق وميسي برسي تاو النتيجة 0-2 للأهلي فيه ثقة كبيرة جدا في اللعيب الشباب وإن شاء الله يتكملوا على كده الفترة اللي جاية محمد جمال تشكيل الأهلي المتوقع علي لطفي هاني عبد المنعم متولي أشرف ربيعة ديانج محمود زياد طارق محمد فخري وأحمد سيد غريب وإن شاء الله الأهلي يكسب 4-0 أهلاوي أنا والفخر لي آخر رأي معي أستاذ محمد سيد بيقول علي لطفي عبد المنعم متولي ربيعة أشرف ديانج محمد محمود كريم فؤاد زياد طارق برسي تاو أحمد سيد غريب و2-1 للأهلي إن شاء الله لاحظت حكتين فيه ثقة كبيرة جدا في اللعيب الشباب عشان كده النهاردة موجودين فيه التشكيلة المتوقع بالنسبة للسادة المشاهدين وكمان فيه تفاول أهلا يكسب سواء 2-0 أو حتى 2-1 في الختام نتمنى يا ربي التوفير للنادي الأهلي في مباراة اليوم وبشكركم بالطبع على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء